السلام عليكم حبيبي طلاب الصف الاول الاعدادي ان شاء الله النهاردة هخلصك من عقدة سؤال الفاراجراف تبعني ان شاء الله بالفيديو ده وصدقني كل حاجة بإذن الله هتكون واضحة بالنسبة لك والمهم جدا وعليه درجات كتير وانا عارف ان السؤال ده عاملك مشكلة بص يا سيدي ان شاء الله النهاردة مش هقولك هتكتب 80 ولا 90 كلمة لأ بإذن الله ممكن تطلع عارف تكتب اي باراجراف ومش بس 100 كلمة ده انت هتكتب 150 كلمة وانت مرتاح جدا بس اركز بقى في اللي انا هقولولك مبدئيا كده صعب جدا ان انا اقولك خد العشر باراجرافات دول احفظهم ده انت اصلا بتحفظ الكلمات بالعافية فلما اجا اقولك احفظ باراجراف يبقى انا كده بظلمك الصح ان انا علمك تكتب في اي باراجراف اي جمل تنفع لكل باراجرافات بكل سهولة طيب اولا كده لازم تاخد بالك من حاجة الدرجة الكاملة انت عايز تجيب مثلا درجة نهائية باراجراف عليه سبع درجات او عشر درجات عايز تجيب العشر درجات الدرجة الدرجة ما بيجوش على الكتابة بس يعني ما بيجوش على نوعية الجمل عشان ما تعودش في اللجنة تدور على جمل معقدة تكتبها اصلا بتنسبة 90% الباراجراف ما بيتقريش انما الدرجة بتاخدها على الشكل العام يعني ايه شكل العام؟ يعني خط كويس محسن خطك دي اهم حاجة تاني حاجة النظام تالت حاجة مراعي القواعد اللي عليها الدرجات ايه القواعد دي هي فيه قواعد لكتابة الباراجراف؟ ايوه سي دي قواعد سهلة جدا اول حاجة انك انت بتبدأ اي جملة بحرف كابتال يعني ايه حرف كابتال؟ يعني حرف كبير يعني مثلا عايز اقول he is tall يبقى he اله هنا كابتال لان دي اول حرف في الجملة طيب خلصت الجملة بتحط نقطة بعد كده هتبدأ جملة جديدة برضو اول حرف فيها كابتال يبقى اول حرف في اي جملة كابتال دي اول جزئين اول حرف في اي جملة كبير لو كتبت حرف سمول بتنقص عليه خلاص كده اول حرف في اي جملة طيب دي اول جزئية تتعامل كبير تاني جزئية طبعا لازم تحط نقطة بعد كل جملة تالت حاجة بقى ودي المهم بعد النظام والخط وإيه انك تزبط جزئية اول حرف دي قواعد المنهجي يعني مثلا يا مستر انت عندك قواعد كتير في الانجليزي فلما بتجي تكتب برابرام بتسيب لنفسك المجال فبتغلط طب نعمل ايه بقى نحل المشكلة دي ازاي عشان ما نغلطش في الجرامر او في القواعد لان ده اللي بنقص في الدرجات هقولك تعمل ايه ده اللي انا هقولولك النهاردة عشان ما تغلطش في القواعد لازم تسبت قواعدة تشتغل عليها يعني مثلا يا مستر انت عندك قواعد كتير في الانجليزي لو سبت لنفسك المجال هتغلط هتغلط فهنسبت قواعد نشتغل عليها نبدئيا كده اي براجرافي جيلك وحد الزمن اللي هتكتب بيه الافعال انا عندي الجمل لو جملة فيها فعل يبقى عندي زمن واحد اكتب بيه البراجراف كله ماكتبش مثلا شوية مدارع مستمر وشوية مواضي بسيط ولا ايه كتب لي ING وبعد انت لك كتب AD كده غلط انت لازم توحد الزمن وتبقى داخل اللجنة عارف لو جالي براجراف هكتب في زمن المواضي البسيط ايه هو المواضي البسيط ده اللي انا هقولولك دلوقتي وبكل سهولة تمام جملة فيها فعل والفعل ده زي ما اتفقنا هيكون في المواضي ايه هي بقى الجملة اللي فعل فعل اولا اي جملة بتتكون عندي من فعل الفعل ده اللي هو I We You They He She At الفعل ده هو اللي بيكون في اول الجملة فطبيعي ان انا هعمل اول حرف الهو ال W وال I وال Y ده هيكون كبير اي جملة هتبدأ معايا بالفعل طيب يعني ايه بقى الجملة فيها فعل يعني تاني حاجة هتيجي بعد الفعل على طول الفعل مباشرة طيب يا مصر ما الافعال كتير وفي افعال غير منتظم انا عايزك تحفظ دول بس هم دول بس احفظهم معايا دلوقتي انت اصلا حافظهم انا جايبلك اسهل افعال تقدر تجيبها درجات طيب كلمة went معناها زهبة دي الماضي من go احنا التفقنا هنتكلم في الماضي خلاص فاحنا هنتكلم في الماضي بكل الافعال تتحط في الماضي went معناها زهبة played لعبة spent دي طبعا ماضي طبعا ماضي غير منتظم بتحفظها بقى اللي هو انا قضيت وقت كويس had خلي بالك كلمة had هي الماضي من have ودي مهمة جدا في البراجراف ليه كلمة had معناها تناولها وبيجي بعدها اكل او شرب يعني عايز اقول لنا اتغديت مثلا تناولت الغداء فتقول had lunch يبقى انا بحفظها had طيب في مكانها برضو كلمة اسمها eat اللي هي الماضي من eat معناها اكلت drank معناها شربت so برافو عليك اللي هي الماضي من see تحفظه لي برضو talk دي معناها اخزت او التقطت صورة مثلا واخر فعل اللي هو met يعني abled الافعل دي بتحفظها صدقني هيدوك حوالي مثلا خمستاشر جملة او عشرين جملة في الامتحان اسمع اللي انا بقول لك عليه طيب احفظ معايا كده went played spent had الافعل دي بتحفظها بتيجي فينا مستر بعد الفعل على طول يعني عايز اقول انا زهب نحن لعبنا we played او we went خلاص كده دي اول جملة يبقى اول جملة تبقى داخل الامتحان عارف ان انت هتخط الفعل من دول بعد منه يا مستر الفعل في تصريف التاني اللي هو الماضي اللي هو اخره اي دي او فعل غير منتظم بتكون حافظ انت الافعل دي يبقى دي جمل انت تدخل الامتحان عارفها طيب ايه تاني مستر في جملة بقى ودي مهمة جدا بيكون فيها صفة وده اللي بيلخبط الناس ايه هي الصفة الصفة زي ما قولك big good fast hot happy great لازم تحفظ شوية الصفات الصغيرين دون big يعني كبير good يعني جيد fast يعني سريع hot يعني حار او ساخن happy يعني سعيد great يعني عظيم ما تقلقش انا هقولك تستخدم الكلام ده كله زي دلوقتي بس المهم ان دي اساسيات تبقى داخل الامتحان عارفها عشان تعرف تكتب 3040 جملة بالسهولة تمام كده طيب تعالنا اول نشوف جملة بها صفة بتتكون من ايه الفاعل خلاص احنا عرفنا الفاعل اللي هو ايه i وهي وشي وات او اي اسم انسان مثلا we use a اهم حاجة بقى طالما هتتكلم في الماضي احنا اتفقنا طالما الفعل في الماضي يبقى الجملة التانية في الماضي برضو طالما هتتكلم في الماضي هنستخدم حاجة اسمها was where اللي هو كان وكانوا في الماضي تقول لي was where was مفرد where جمع هو ما ينفعش الصفة تيجي بعد الفاعل على طولي ايه مثلا اقول مثلا it big اقولك غلط هدي بقى او حاجة بتنقصها كل امتحان اما للصح انك تقول ايه it was big خلاص احنا ليه يستخدمنا was where ما استخدمناش am و is و are عشان خلينا الفاعل في الماضي فاحنا موحدين الدنيا اهو عشان مترشن امتحان تكتب لي فاعلة في المضارة وبعدين حاجة تانية ده اللي بنقص انا مش عايزك تنقص درجة في البراجراف انت تدخل الامتحان عارف هتستخدم فاعل was where صفة بعضا منه طب انا الجملة دي لازمتها ايه هنكتب جملة فيها فاعل ونوصف الفاعل ده خلاص كده رجالة هنعرف دلوقتي وما تقلقش هكتب لك دلوقتي البراجراف ينفع لأي مكان في أي مكان خلاص كده طيب خليك بس معايا الفاعل اللي هو i وهي وشي و it i وهي و she و it دول بنقول عليهم مفرد مفرد بيجي بعدهم was بيجي بعدهم ايه was فانت لما تقول i تقول i was he was she was it was خلاص يبقى دي لازم تدخل حافظها بيجي بعدهم الصفات كلها عادي طيب اما ال we وهي و it هم دول بستخدم معهم where وغالبا انت هتستخدم it اللي هي بتاعت غير العاقل بس في البراجراف يعني غالبا هتختار it was فتحفظ الدملة دي عايز تقول هو يكون it was وتقول الصفة تمام كده طيب الصفات دي معناها ايه big يعني كبير good يعني جيد fast يعني سريع ولازم تحفظها hot يعني حار او ساخن happy يعني سعيد great يعني رائع عندي الصفة اسمها delicious لازم تكون حافظها برضو مهم عايز تحفظها حفظها delicious يعني لذيذ بتيجي مع الاكل طيب اي الصفة بقى لو انت شاطر وحافظ صفات كتير بتقدر تستخدمها بعد was aware اهم حاجة انك تمشي على القعدة صح يعني تقول لي مثلا it was واي صفة من دول تمام كده تمام يبقى عندنا تاني كده جملتين جملة فيها فعل ابقى عارف انا بعمل ايه الفعل بيجي ورا الفعل في الموضوع على طول جملة فيها صفة الفعل بيجي بعد منه was aware وبعد من الصفة خلاص دول الجملتين اللي هنشتغل بيهم اي براجراف هيجي لك في تانية عدادي او قول عدادي او تالت عدادي دول الجملتين اللي هيكونوا معاك داخل الامتحان انت عارف الجملتين دول طيب تعال بقى نشوف هنا بقول لي ازاي تكتب اي براجراف او براجراف سابت لاي مكان طب ده مهم ده بنسبة كبيرة جدا اللي بيجي في الامتحان يعني جبلك مثلا تكلم على كيرو تاور برج القهرة ماهو ده مكان البارك الحديقة ده مكان ميوزيم مدحف ايجيبشان ميوزيم مدحف المصري ده مكان البيرامدز الاهرامات طبعا دي مكان زا زو حديقة الحيوان مكان مدينة مكان اي بلد اليكس كيرو خلاص يبقى هنا السؤال ده طب يا مستر رفر جاب لي مثلا زا بيتش اللي هو الشاطئ هو مكان برضو طب جاب لي هوليدي للاجازة مكان طب جاب لي سكول مكان يبقى تقدر تكتب البراجراف ده في تسعين سؤال بيجي كتير جدا في تاني اعدائي خلاص كده اجازتك عن يومك برضو تقدر تقول ان انت رحت مكان وتبدأ تتكلم عن المكان ده زي ما قلتلك انت البراجراف مش مقصود منه انك انت تكتب جمل عبقرية او جمل صعبة او جمل معقدة بالعكس ده اللي بينقص المقصود انك تكتب جمل صح يعني المستر اللي بيعلملك لما لقيك كاتب it was دي بتاخد عليها درجة انت كده فعين قواعد لما لقيك كاتب you played على طول بتاخد درجة انا بلاقي ناس يا شباب كتبين حاجات غلط انا مش عايز لاخبطك خليك معايا هنا في الجزئيتين دول دول الدملتين اللي هنشتغل بيهم طيب خلينا نشوف بقى المستر هعمل ايه ولا انا هعمله هنا هتمشي عليه بالزبط في الامتحان خلاص ده براجراف هعمله لك بالزبط هتعمل زي في الامتحان طيب مبدئيا كده انت بتكتب في الماضي فهنبدأ البراجراف وهكتب لك انا هراعي انه يكون سهل جدا وش هيكون في حاجة صعبة ان شاء الله طيب مبدئيا ورقة الاجابة عندك بتكون زي كده تكون طبعا منظمة كده انت عندك بقى بتبدأ البراجراف طبعا ده خلاص ده انت بتتعلمه بتكتب هنا الورقة بتكون بيضة بتسيب مسافة صغيرة مسافة كلمة كده ده لازم تسيبه في اول سطر بس يعني اننا هنسيب مسافة صغيرة ونبدع بالفعل او عتنسى قلنا الفعل بيكون capital او الحرف طيب يا مستر انت قلتلي جملة فيها فعل انا عايز اقول اي مكان من دول اقول انا انا ايه بقى هاتلي فعل من دول انا ذهبت ذهبت يعني ايه went خلينا اقول لك هنا i ال i capital ايه بخط حل سيب مسافة صغيرة بين كل كلمة والتانية عشان يبقى خط الجميل i went معاناها طبعا انا ذهب كلمة went دي لك في البراجراف تكلم عن كذا خلينا نقول البراجراف بتاعنا يتكلم عن الحديقة حديقة الحيوان يعني يبقى i went وبعدين ايه المكان i went to بعدين ايه شباب المكان اللي جال فيه الامتحان خلينا نقول مثلا i went to the zoo يعني انا ذهبت الى حديقة الحيوان الجملة كده خلصت حطي لي بقى يا مستر نقطة لازم تمام خلي بالك فيه واحد زميل لك يقول لي i went to the zoo مثلا with my family يعني انا ذهبت مع هائلتي اقول له طبو ليه تب ما تكتب دي جملة ودي جملة عشان تكتر في الكلام خلي بالك من الحتة دي انا ذهبت الى حديقة الحيوان جملة جديدة بقى ذهبت مع مين هبدأ اقولها على طول بالفعل انا ببدأ باي اللي هو انا عايز اقول انا اقول له اي وبعدين اقول له went في بقى كلمة مهمة جدا لازم تحفظها انا ذهبت كلمة مهمة اللي هي with كلمة with دي لو انت مش حفظها بتحفظها with يعني مع الكلمات اللي انا بكتبه لك دي بالازرق دي مهم with يعني مع لما تحبت تقول انا رحت مع خلاص طيب عايز اقول مثلا مع عائلتي عائلة يعني family عايز اقول عائلتي اقول with my واكمل هنا من اول السطر بقى انا ما سيب الحيط دي في السطر اقول هنا بس اقول with my family يعني انا ذهبت مع عائلتي طيب عايز ازود جملة كمان يا مستر عايز ازود كلمة كمان في الجملة دي عايز اقول انا رحت مع العائلة ومع مثلا صحابي هقولها ازاي عندي كلمة تانية مهمة اسمها and and دي معناها و يبقى انا رحت مع العائلة و اقوله و ايه بقى واصدقائي مثلا الاصدقاء اللي هم friends طبعا كلمات انت بتكتب الكلمات خلي بالك عايز اقول لك على حاجة لو غلطت في حرف نتقلقاش قوي مش بتنقص علي انت بتنقص علي انت بتنقص علي انت بتنقص علي انت قلتلي هنا انا ذهبت الى حديقة الحيوان قلنا في المتحان بقى انا ذهبت الى اي مكان دي جملة ثابتة انا رحت اي مكان في الدنيا انا ذهبت مع و يعني مع كلمة مهمة لازم تحفظها عائلتي و اصدقائي خلاص كده طيب انا كده مستر قلت جملتين هم فيهم اقول حاجة تاني اه كمان قل لي انا رحت باي يبقى انا رحت المكان رحت مع مين اي بعد كده قلنا اي جملة بتكتبها بحرف كابتل انا ذهبت تاني عادي جدا انت بتحكي اوبرجراف عايز اقول بقى عايز اقول بي العربية بي الاوتوبيس عم نرحة اسمها باي باي يعني بواسطة ما بيجيش وراها حاجة اللي وسيلة المواصلات يعني فاش اقول باي ا او باي زا يبقى باي كار على طول خلينا اقول اي وينت باي كار رحت بالاي بالسيارة طيب اي في كده الجملة وابدأ لي بقى موضوع جديد انت هنا قلتلي انا ذهبت باي بالسيارة شايف العربية اللي في الاخر دي اوصفها لي بقى يعني يا مستر يعني حطيلي جملة فيها الصفة العربية دي عاقل ولا غير عاقل برافو عليه غير عاقل بقى استخدم ايه بين هنا اهو يبقى تقول لي هنا اللي هي مين بقى اللي هي الكار العربية دي جملة فيها صفة طيب في الماضي بقى تقول لي ات واز ات مفرد بجمعها واز وتقول لي اي صفة تنفع من هنا حد اقول لي مستر هكتب ات واز جود هقول لك صح عادي ات وز بيج العربية كانت كبيرة صحة برضو عادي طيب ما خلينا نكتب جملة حلوة ات واز فاست خلصت الافكار والوصف ابدأ اختار فعلة تانية واشتغل عليه خلينا نقول مثلا الفعل اللي هو spend spend يعني قضى او يقضي عايزة اقول انا قضيت وقت كويس انا يعني ايه جدع اي قضى او قضيت spend اخيرها تي هي دي اللعبة ان انت بتحفظ الافعال دي ونخش بها انا قضيت عايزة اقول وقت رائع كلمة رائع يعني nice من الصفات اللي عندي وقت يعني time يبقى دي جملة مهمة بالنسبة لي انا قضيت وقت رائع مكان عايزة اقول هناك اقول زير مش عايزة اقول حاجة خلاص طيب احنا عتفقنا عايزين نقطر كلام يبقى اقول له I spent nice time قلنا معي يعني ايه with كان رايح مع مين هو صحابه يبقى friends يعني قضيت وقت رائع مع مين مع اصدقائي خلاص كده شباب قدر اقول له زير هناك يعني وقدر ما قلوش I spent nice time with my friend جملة مظبوطة ادي فاعل فاعل في الماضي وبكمل جملة مع صحابي خلاص وقت رائع مع ايه مع اصدقائي طيب احكي بقى الوقت ده عملت في ايه اختار لي بقى فاعل تاني انت وصحابك يبقى جمعك بتقول we ولو قلت I برضو صح تقول we يعني احنا اختار فاعل هنا لعبة اللي هو played يبقى دي الجملة بتكتبها في اي موضوع we played يعني احنا لعبنا وتقول لي بقى اي لعبنا اي لعبة تقدر تكتبها اي لعبة متحافظها مثلا تقول لي we played and had fun او تقول لي played football وخلاص مش اترحت حديقة يبقى we played football بما ان معظمك حافظ كلمة football اللي هي كرة القدم يبقى كتبها احنا لعبنا ايه كرة القدم تما تيجي نوصفها نوصف كرة القدم خلينا نقول مثلا كرة القدم دي غير عاقل احنا قلنا بنخلص الحاجة ونجيب جملة من الايه من الصفات غير عاقل يبقى اول at اللي هي كرة القدم يا شباب was اللعبة بقى كانت مثلا nice رائعة خلاص or good او اي صفة المهم الصفة بتكتبش قبلها اي حاجة غير was او where يبقى at was نايس انا هدخل حافظ الصفات دي اللعبة كانت ايه رائعة طيب كمل معايا كده خلاص خلصنا لعب هنعمل ايه نتغد يبقى احنا اللي هي معناها we الماضي واقع تنسى اختار فعلا من هنا ايه الفعل اللي بيجي مع الاكل اللي هو had عايز اقول احنا تناولنا الغداء اقول ايه we had we had في الماضي حد يقول لي يا مستر اكتب 8 احنا اكلنا الغداء صح بقض انت بتكتب اللي انت عايزه we had احنا تناولنا واقول له مثلا اكلنا مثلا lunch اللي هو الغداء يبقى هادي اللي هو ايه lunch طيب عايز اقول لها مستر اللانش ده كان فيه ايه وانا مش قادر اتكلم في الموضوع ده خلاص يا سيد يقول لي يقول لي مثلا it شو غير عاقل او اتقول مثلا احنا بقى تاني we خلانا نقول we نحن اكلنا اللي هي معناها it يعني احنا اكلنا وتكتب الحاجة اللي انتكلته وخلاص كتب بساطة كلت ايه مثلا او ممكن اكتب اكلة اللي هي pizza يعني اكلنا ايه pizza انا سمع واحد شاطر كده بيقول لي يا مستر خلاص انا عرفت اللعبة احنا كلنا pizza يبقى اوصف البيتزا دي سهلة خلاص لعبة بساطة طيب البيتزا غير عاقل هتقول لي it طب ده اكل بقى احسن حاجة تجيله ايه it طبعا لازم was احنا خلاص عرفنا اللعبة خلاص it was it was احلى حاجة تجيبني هنا ايه حد بقول لي hot سخنة حلوة قوي واحد شاطر قال لي delicious لذيذة ممتازة يبقى تقول لي it was delicious يعني هي كانت ايه لذيذة جدا خلاص يبقى انت بتكتب حاجة وتوصفها طيب احنا كتبنا ان احنا اكلنا بيتزا طب ما تقول لي ما تقول لي احنا شربنا ايه بالمرة حلوة جدا سهلة يا مستر خلاص we يشرب يعني drink بناخد الماضي منها او عتنسى اللي هو drink يبقى we drink يعني احنا شربنا واكتب اي حاجة واحد زي ملكو بيقولنا مثلا اكتب juice and cola صحي طبعا لو هتعرف تكتب juice اكتبها طب مش هتعرف اكتب يا عم تي شاي عايز تبقى شاطر ممكن تكتب tea with milk مثلا شاي بلبن عايز تقول لي احنا شربنا شاي خلاص جملة مظبوطة المهم ان الجملة تكون صح مش شرط انها تكون سهلة لو سهلة صعبة الجملة صح تاخد الدرجة فاهمني فما تكتبش حاجة مش عارف تكتبها يبقى احنا شربنا شاي اه بتقول لي ايه برفوه عليك اوصف الشاي مستر اللعبة يا جماعة بنستخدم جملة فيها فعل وبعد ان نوصف الفعل ده انا عارف الجملة اللي فعل فعل ازاي وي فعل drink طبعا فعل ماضي وتي معناها الحاجة اللي بتتشعب طيب عايز اوصفها بقى اقول اي هو الشاي ده غير عاقل الشاي ايه غير عاقل فاي حاجة غير عاقل بوصفها بسرعة مع at وبعد انا اقول له was يعني هو كان الشاي بقى غير نساب حاجة برفوه عليك hot كان ايه ساخن يعني او كان سخن يعني خلاص طيب بعد كده شباب قلنا it was hot يعني هو كان ساخن بعد كده ممكن اقول مثلا ان احنا نطلع برا موضوع الاكل خالص ونقول i يعني انا او احنا كلنا we احنا عايز اقول التقاطنا صور عليك في اليونت عايز اقول saw رأينا مثلا we saw تروح تحت اختر حيوان اي مكان بتروحه در دول في saw وتكتب حاجة انت شفتها خلينا نقول مثلا هنا we saw birds او a lot of birds birds اللي هي الطيور مثلا خلاص ووصف الطيور يا سيدي الطيور دي جمع خلي بالك باقتر ما كتبت حاجة جمع اما تيجي توصفها بتستخدم زي تستخدم ايه زي سواء كانت عاقل او غير عاقل زي يعني هما wow كانوا beautiful او nice او good خلينا نقول nice كانوا ايه رائعين تمام كده رجلة طيب بعد كده انا اتكلمت على الطيور اللي انا شفتها خلينا نقول احنا التقطنا صور كل ده موضع مهم we يلتقط talk صور طبعا a lot of photos يعني التقطنا الكسير من الصور طيب انا اش عارفة اكتب a lot of وكتبت we talk photos صح جدا انت بتكتب الحاجة اللي انت عارفها حسن خطك اهم حاجة انت شايف الموضوع سهل وبنكتب جمل سهلة يبقى we talk a lot of photos يعني التقطنا صور كتير جدا خلاص يا شباب طيب ايه تاني with خلينا نكمل بقى الصور دي التقطناها مع مين with my او مثلا with التقطنا الصور with my family احنا قلنا رحبا العائلة وبالاصدقاء مش عايز تكتب with my family ما تكتبهاش خلاص التقطنا صور كتير مع العائلة ايه تاني خلينا اقول بقى كمان ان احنا مثلا so قبلنا شوفنا قلنا we saw قلنا we met مت يعني قابلنا خلينا نقول we met احنا قبلنا my friend الجملة دي مهمة بتنفع في اي حاجة قبلنا صدقنا خلينا نقول اسمه علي خلي بالك بقى لايه هنا تعملات كابتل عشان ده اسم بنا ادم قبلنا صاحبنا علي واقدر اوصف علي ولا ما اقدرش اقدر اقول له he was happy علي ده كان ايه مبسوط جدا ان ما كنا هنا حالو كده رجالة خلي بالك علي والد عشان كده استخدمنا هي الحاجات دي بقى اللي على بدرجات رجالة تمام واقدر في النهاية اقول we احنا went home او came home we went احنا ذهبنا home رجعنا البيت يعني in the evening في المساء الورق خلصت عادي احنا ممكن نكتب 100000 ورق بالشكل ده حطيلي نقطة بعد كده اقفل بقى بايه احنا بقى اللي كنا مبسوطين we we جمع ولا مفرد مفرد يبقى وزوى where where وقت اطلع اخبط we where happy احنا كنا سعداء يبقى انا يا شباب بقدر اكتب البراجراف وقدر اكمل انا قفلت عشان الورقة خلصت اقدر اكمل زي ما انا عايز طيب تعال نشوف بقى لما بيجي المصحح يصحح الورقة بيعمل الشكل العام ده اللي بيديك الدرجة والله الشكل العام اللي بيديك الدرجة الشكل العام هو اللي بديك الدرجة انت سايب الحتة الصغيرة دي بتاخد عليها درجة كاتب اول حرف بص كده معي في نقطة عشان جملة جديدة بعد الجملة في نقطة جملة جديدة بعد الجملة في نقطة جاي معها واضق وعد صح في نقطة يبقى هي الحاجات دي اللي بتاخد بالك منها عايز بقى تبقى وما فيش حاجة تعديك او عخلي بالك لما تكتب يوم الايام الاسبوع بتكتب برضو مثلا بتكتب اول حرف فيها ايام الاسبوع اول حرف كبير ايه تاني مستر انت شاطر وعارف المدن الكبيرة مثلا عايز تكتب Alex I went to Alex يبقى تكتب A خلاص الحاجة دي بتخلي بالك منها مع انك تحسن خطك الفترة اللي جاية بقى ان شاء الله البراجراف ده بينفع لأي مكان اكتبه عندك دلوقتي واحفظه وذكره وعايزك ما تحفظش البراجراف عايزك تتعود على الطريقة يعني انا نفس يلاقي الناس كتبالي في التعليقات مثلا جمل جديدة من دماغها يعني حط لي جمل جديدة من دماغك وانا اقول لك برافو عليك خلاص الافعال عندك هيا تقول مثلا اي فعل مع اي جملة واي صفة اكتب جمل كتير في التعليقات وانا اقول لك جملة دي صحة ولا غلط البراجراف ده ينفع لتلاتين اربعين مكان ان شاء الله اللي جاي بقى هيكون باراجراف تاني الفترة اللي جاي سواء تاني اعدادي اول اعدادي هنزل لك كل يوم لحد الامتحان باراجرافين تلاتة متوقعين ومكتبين بالصيغة السهلة دي عشان تقدر تزيل